بالمناسبة للاتحاد المصري أعلن النهاردة موعد مباريات قبل النهائي في كاس مصر بتاعت الموسم اللي فات كان فضل ثلاث مطشاط الزمالك وبيرميدز والأهلي وإمبي دور قبل النهائي وبعد كده اللي هيكسب من هنا واللي هيكسب من هنا هيوصل لمباراة النهائي النهاردة أعلن اتحاد المصري الكورت القدم عن موعد مباريات قبل النهائي والأهلي هيلعب مع إمبي إن شاء الله يوم 4 أكتوبر أنا بتكلم على الموسم بتاع 22-23 ده مش الكاس ده الكاس القديم احنا منعب كاس قديم ومنعب كاس جديد فالكاس القديم هنلعب يوم 4 مع إمبي والزمالك هيلعب مع بيرميدز يوم 8 إحنا هنلعب مع دول مطشين برضو إن شاء الله لو كسبنا إمبي نوصل النهائي برضو مطشين في منتقى الأهمية قريبين جدا النهاردة بنتكلم على 16 هبتكلم كمان 3 أسابيع سمي فاينال كاس مصر ومن بعده مباراة الفاينال إن شاء الله بس دي لسه متحدد لهاش موعد فالقصده يعني قصده أقول إنه الثلاث شهور اللي جايين دول إحنا في نص تسعة النهاردة عشرة و 11 و 12 هم السيزن كله كيرف الأهلي اللي احنا فنشنا به الموسم اللي فات في أعلى مستوى وكان أي 11 بجد أي 11 بيلعبه في الأهلي بتشوف فريق يعني ولا أقوى ولا أجمل ولا أروع الحالة اللي كان عليها الأهلي في الموسم الجديد واللي احنا كنا مستنيين نشوف مش كلها طبعا منطقي جدا في أول الموسم فيه لياقة بدنية وفيه لياقة فنية وفيه وفيه انسجام مع الصفقات الجديدة بالمناسبة أنا بشوف إن برح زهور رضا وإمام يعني مبشرين يعني طبعا لسه ماجوش أو لسه مقدموش اللي احنا مستنيينه بس الفرقة كلها مقدمتش إن برح الحقيقة يعني الفرقة كلها إن برح بس إثناء أول ربع ساعة اللي حسيت فيها أو أول تلت ساعة اللي حسيت فيها أنه الأهلي هو دي الأهلي الرغبة، الروح، الاندفاع، الفعالية حسيت إنه الأهلي موجود بس بعد كده تقريب المباراة يعني روتينية تقليدية ما كانش فيها أي حاجة ليها علاقة بأداء الأهلي المسلمين اللي فات فأنت محتاج تستعيد ده بأسرع وقت ممكن لأن ما عندكش وقت ببساطة شديدة جدا ما عندكش وقت دوري كاس قديم قبل نهائي ونهائي إن شاء الله بطولة تبهيدي دوري أبطال بعدها دوري الأفريقي يعني كلها مطشات صعبة جدا وكلها هتلاقي فيها أو أغلبها يعني مش كلها أغلبها هتلاقي فيه وعلى فكرة ده مشروع ما تزعلش منه يعني مش المفروض إنك إنت تزعل إنه الفريق بص طبيعي جدا إنه أي حد بيشعر بالعجز أمام منافس ليه أو يشعر بلاش بالعجز يشعر إنه أسهمه أقل أو إنه أضعف ما عندوش نفس الإمكانات على الفريق اللي بينفسه إنه يلجأ لكل شيء وأي شيء وما تزعلش مني لو قلتلك إنه أنا شخصيا كأهلي ممكن في بعض المطشات ألجأ ليه ده وأنا بلعب بالمراسة البرازيلي لو تفتكر المباراة دي اللي إحنا كسبناها بالمناسبة براكرات الترجيح إحنا لجأنا للسود ده وإحنا بنلعب آه ما فيش تمثيل وما فيش تضيع الوقت لكن لعب تجيب مقفول بتلعب على مرتدة بتلعب على أنك إنت تغطف المباراة ده سيناريو وارد جداً في كورة القادة وستهام يونايتد كان بيلعب مع سيتي يمكن قبل ما أدخل شفت الشوت الأولاني من المباراة نفس القصة ضغط قوي جداً للسيتي تكتل دفاعي الوستهام يونايتد ما تشاط بنشوفها كتير ورغم كده الوستهام قدر إنه هو يخطف هدف الفوز في الشوت الأول يعني مباراة يمكن ما انتهيتش في الشوت الأول بهجمة مرتدة في السيناريو ده وارد ما تزعلش ما تزعلش تزعل إنك إنت يعني ساعدت في السيناريو ده ساعدت إنك إنت فقط زمام المبادرة لو الأهل يسجل هدف الأول أو فرصة من اللي ضاعت من الشوت الأولاني كانت تترجمت لهدف أكيد السيناريو ده كان هيختلف جمرة وتفصيلها فبالتالي إنت اللي ساعدت المنافس على إنه يلجأ للسيناريو ده وطبيعي جدا ما تقدرش تلومه لأنه عارف تماما فرق الإمكانيات بينك وبين هي دي وبالذات شمال أفريقي يعني لو كتب لنا إن إحنا نقابل فريق من شمال أفريقيا في الأفروليج أو في الشامبيونز ديج أنت عندك الترجي وعندك الوداد وعندك أعتقد الرجاء رجاء أبت هيا لي موجودين في فورد جدا واحد دول في الأفروليج فورد جدا كل فرق شمال أفريقيا بتلعب بنفس التكتك ده ونفس الطريقة ونفس الإسلوب وفي حاجة اسمها سيكولوجية كرة القضاء هم شاطرين قوي في ده هم بيعرفوا يعني إحنا نعرفش إحنا مصريين مش إحنا الأهلي إحنا مصريين بيعرفش نعب الكرة دي نعرفش نتعامل بالطريقة بتاعتهم دي لكن في النهاية يعني خلينا اللخص اللي تكسب بيه إلعب بيه وهم عرفوا يعملوا ده وقدروا ياخدوا اللقب وهيحسب لهم في التاريخ أنه الأهلي فرّت الأهلي فرّت في أسهل لقب سوبر على كل أحوال مطش المصري اللي جاي بداية جديدة يتمنى إن شاء الله بإذن الله من النهاردة من النهاردة ننسى بقى ننسى الصفحة كلها حلوة بمرها أنا بكلم الأهلوية اللي وقفين في ظهر الأهلي أي إنكت الظروف إحنا بلش بنشجع الأهلي عشان الأهلي بيجيب بطولات أنا بشجعش الأهلي عشان الأهلي هو صاحب تاني لقب تاني أفضل نادي على علامة على مستوى تحقيق البطولات بعد ريال مدريد ما بشجعش الأهلي عشان جايب 11 بطولة أفريقي ما بشجعش الأهلي عشان فيه النجوم اللي يما متعون أنا بشجع الأهلي عشان بيحب الأهلي ولو الأهلي يخسر كل البطولات السنة دي أنا برضو هفضل أشجع الأهلي وهفضل أحب الأهلي وبتهالي إنه الكلام ده ما يزعلش حد والكلام ده بيتفق عليه تسعين في المئة من الأهلوية أو الغالبية العظمة من نادي الأهلي نزعل إن فيه لقب ضع نزعل إن فيه بطولة راحت متفقين ما فيش خلاف على ده لكن تاني يوم إحنا بقفين في ظهر الفريق وبندعم فرقتنا إن شاء الله لغاية لما ربنا يكتب لنا فرحة جديدة ولقب جديد